اشتركوا في القناة مساعدة عرض توسيع افاق بعض الامور التي بتشوفها بطريقة كتير جيدة بس بترجع لزيتك بهالوقت وبتفكر بعمق بمشاريعك وبتحلل الاوضاع يلي وصلت الله المعنويات يمكن تتراجع امتين بين الاربعة خمسة وعشرين والخميس ستة وعشرين خلال هاليومين ما تقبل على اي مبادرة لاني ممكن تواجه بعض العراقيل او تضطر لتأبل خسارة معينة او ترضى بتسوية مع اعترافك بتقصير او اهمال انت امت فيه ولح تدفع سمنه تب تعرف انه الميزان وستطول اكتر برجان عنده نكسل بالافلاك بالابراج كلها اكتر الناس اللي اذا بيعملوا احصى عندهم هيك تكسل وتكاسل وبعض الاحيان اهمال بيني وبينك هني موليد الميزان وبعدين الثور ما تتفرد بمشروع ابتداء من يوم الجمعة سبعة وعشرين حاول انك تشتغل من ضمن ثريق بتتفق انتوية او مجموعة او احد الشركاء حتى تأسس جديد او حتى تطور بعض الاعمال اما النتائج السعيدة فأمتين تتلقيها الثلك بيقول بين يوم الثانين ثلاثين والثلاثة واحدة وثلاثين في حين انه الامور الشخصية والعاطفية بتكون اكثر ايجابية بين يوم السبت الثمانية وعشرين والثانين ثلاثين يعني بالاجمع من الثمانية وعشرين لواحدة وثلاثين لبأس في اخبار حلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة